اشتركوا في القناة والميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية السيطرة على البلاد والتي كان يهاجمها الهاشم عبر بحوثه ودراساته التي كشفت عن كثير من نشاطاتها الإجرامية في العراق في الوقت الذي تطلع فيه الشعب إلى قيام القائد العام للقوات المسلحة بتنفيذ أولى تعهداته بالقضاء على السلاح المنفلت وهو ما أعلنه الكاظم عقب استشهاد الهاشم مباشرة عندما توعد بملاحقة القتلة لينالوا جزاءهم العادل وعدم السماح بعودة عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي ما زالت لحد الآن خلايا وسرايا لا دولة تحاول السيطرة وابعاد قدرة وإمكانيات الحكومة الحالية بالسيطرة والتوجه صوبة إقامة دولة حقيقية يمكن أن تنظيم مع القانون والدستور العراقي وبالتالي تلك الأطراف السائبة إن كانت من جماعات مسلحة أو عصابات نافيوية أو تطرف قد يكون إسلامي يمكن أن يدفع بعملية اغتيال فقيدنا وعزيزنا الدكتور شامل هاشمي وهنا جاءت إجراءات الكاظمي بعد أقل من 48 ساعة على حادثة الاغتيال من خلال التوجيه بتفتيش مستخدمي الدراجات النارية كافة مواطنين ومنتسب قوات الأمن ومنعهم من حمل الأسلحة كأولى الإجراءات للحد من استغلال الجماعات المسلحة والميليشيات الوضعة أثناء تنفيذها لعمليات الاغتيال حياة أساسها الأمن والاستقرار ووقف نزيف دم الأبرياء وأصحاب الكلمة والشرفاء في العراق هو ما يتطلع إليه الشعب العراقي وسط انتهاكات وخروقات مستمرة للسلاح فمتى ستتوقف عملية اغتيال الكلمة؟